السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في سهل وسريع يارب تكونوا بخير وبالصحة والسلامة لو عندك أي كارتونة قوم نجيبيها وننفذي الأفكار دي حلوة جدا جدا هتأجبك وهتقوم تنفذيها حالا أفكار سهلة وسريعة من غير تكاليف أول فكرة معانا بس إن إحنا هنجيبي الكارتونة ونبتدي إن إحنا نقشر طبقة الخارجية بتاعتها ونبتدي إن إحنا نقص الأول المساحة اللي إحنا عاوزينها ونلفها رول بياخد المقاس بتاع الدايرة دي من تحت وعلى كارتونة كده وبتدي إن إنا قص نفس المساحة بالزبط بحيث إن إنا هتبقى دي القاعدة بتاعت الكارتونة كل اللي هحتاجه بعد كده إن إنا هجيب مسادس الشامع وبتدي إن إنا أثبت بقى الكارتونة إليه القاعدة بتاعت الكارتونة دي من تحت هسبتها من جوه وهسبتها كمين من بره هسبتها كويس جدا بالشامع طبعا بتقوم متين على فكرة جدا وبعد ما تنشف ما تقلقوش منها خالص أنا برنظم فيها أدواتي كلها وحلوة قوي بقى جيب بقى بعد كده دهان لكيه أبيض وببتدي إن إنا بجيب أسفنجة كده صغيرة وبتدي إن إنا أدهن من بره البوكس ده من بره وأوصل لكل الفراغات بحيث إن هي تاخد كلها اللون الأبيض طبعا عبوط لكيه دي بتبقى سعرها ربع كيلو مثلا في حدود 12 جنيه حاجة زي كده فسعرها رخيص جدا جدا بنجيبها بتبقى موجودة عندنا في البيت بنعمل بها الحاجات اللي زي كده بتكفي حاجات كتير فلما نحسب سعرها بتكون سعرها بسيط جدا بجيب بقى أي قماشة موجودة عندي أنا عندي القماشة اللونها أحمر دي ببتدي أجيبها وأخد مقاس الدائرة من فوق وأقفل الأطراف والجوانب بس مش بقفلها من تحت خالص أي نوع قماش ينفع قماش مليات قماش ترح قديمة أي حاجة تنفع اللون البوكس هيكون لونه أبيض فهيمشي معاه أي لون بطنت بقى كده برضو كارتونة صغيرة عشان أحطها من جوة تكون القاعدة من جوة وتكون كمان تشد القماش كويس قوي بوردات بسيطة كده ببتدي أزيينها وبلولي حاجات سيمبل خالص والوردات دي أنا عملتها قبل كده أسيب لكم الرابط طاعها تحت في الديسكريبشن وردات سهلة قوي انزلوا بقى حطوا لايك بسرعة للفكرة الحلوة دي واسيبوا لي كومنت برأيكم وكمان اكتراحاتكم في الفكرة التانية بقى هنحتاج إزازة إزازة زيت أو إزازة مية أي إزازة هناخد منها الجزء اللي تحت نقص كده بالمقص ونجيب المكوى ونساوي الأطراف من فوق بالمكوى لإنها تبقى حدة شوية أنا عاوز أقول لكم هنعمل فكرة حلوة قوي 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 الأفكار بقى دي مش هتلاقوها غير هنا وبس في سهل و سريع وهنجيب كرتونة ونقشرها بنفس الطريقة بالزبط عشان تظهر الطبعة اللي تحت وكمان اللي فيها رول بنبتدي كده ناخد مقص الإزازة من تحت كده ونبتدي نقص نفس المقص داعها بالزبط على الكرتونة ونبتدي نسبتها بالشامع ونلف الكرتونة حولي الإزازة بالشامع ونسبتها كويس قوي كلها أفكار سهلة و سريعة جدا نقدر ننفذها في البيت بكل سهولة زي ما انتو شايفين كتعة كرتون وشامع وديهان حاجة بسيطة جدا جدا أنا عملت كملت الشكل النهائي بتاعي بالكرتون هحتاج بقى كتعة أسفنجة صغيرة والدهان الأبيض بتاعي أنا حبيت إن أنا عملها لونها بينك فهحط نقطتين من اللون البينك على اللون الأبيض هيدينا اللون البينك أو نقطتين حسب مثلا الدرجة اللي احنا محتاجينها لو حبيت نزود درجة البينك هنحط كمية أكبر من اللون الأحمر اللون الأحمر هو اللي بيدينا البينك مع اللون الأبيض طبعا على الأقل ما أقدر بحاول إن أنا أصل الفراغات كلها بتاعت الكرتون الأجزاء الداخلية والخارجية بتاعت الكرتونة ولفها من كل مكان بعد ما تنشف بقى ببتدي إن أنا أزينها بالحاجات الموجودة عندي في البيت أي ضنطيل مثلا أنا موجودة عندي هنا خط الخيش فهبتدي إن أنا أزين به حبيت بقى أنا أنضيف لها كده لمسة خاصة وحطت لها عيون وشفيف كمان عشان تبقى مفتسمة وفيون كاية كده وردة أي حاجات كل ما نضيف حاجة كل ما تديها لمسة جمالية أحلى هنبتدي بقى إن إحنا نحط جواها فل ونستخدمها بقى كديكور حلو جدا جدا بتمنى تكون الفكرة جديها عجبتكم ولو لسه ما حطتش لايك نزيله حطته بسرعة هنا في الفكرة دي بقى اللي هي الفكرة الثالثة حبيت إنها تكون بسيطة أكتر وسهلة أكتر فاستخدمت فيها قماش إيه القماش ده كان موجودة عندي في البيت نقدر نستخدم قماش مليات أو قماش طرح قديمة هيبقى حلو جدا جدا أنا كانت عندي القماشة دي فحبيت إن أنا أستغلها والكرتونة ببتدي إن أنا أغلف القرتونة بقى من كل الاتجاهات ومن جوة ومن بره وكل المكان بالقماش يعني في الفكرة دي كل اللي أحتاجه قماشة وكارتونة قديمة ومسادة شمع وهنعمل الفكرة حلوة جدا على قد ما أقدر المرة دي حاولت إن أنا أجمع لكم أفكار بسيطة كده وسهلة حاجات غير مكلفة خالص وكمان نقدر نغير بها دي كور البيت وننظم بها الأرفف في الفكرة دي نقدر نستخدم أي علبة بلاستيك كمان تنفع جردل مثلا قديم ممكن برضو نغلفه بنفس الطريقة أنا بقى الغطى بتاعي الكارتونة دي ده مش هارمي هبتدي إن أنا برضو هحتاجه دلوقتي بعد ما أغلف الكارتونة كلها من جوة ومن بره على قد ما أقدر وأنا بغلف أحاول إن أنا أشد القماش كويس علشان البوكس بتاعي يبين إن هو جاهز ويكون التقفيل بتاعه كده حل كان في جزء بقى كده باقي مش متغلف فقصيت جزء من القماش كده سغير ويغلفت به ما بيبقاش بين خالص هيكون ده الظهر بتاع البوكس هجيب الغطى ويغلفه بنفس الطريقة بالزبط كده بنفس القماش بحيث إن أنا هحطه جوة البوكس من تحت كده في القاعدة بتاع البوكس هلاقيه بيشد القماش أكتر وفي نفس الوقت الفينش بتاعه هيكون حلوة قوي علشان بقى القماشة كده فيها نقشة حلوة قوي ورقيقة فحبيت إن أنا هتكون سيمبل قوي هتطلع بس في يونكا كده ستان بتمنى تكون الفكرة دي عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفكرة الثالثة كمان ولو لسه مش مشتركين في القناة نزيلوا اشتريكوا بسرعة في الفكرة الرابعة بقى هنحتاج بس كارتونة أي كارتونة تنفع أنا اخترت كارتونة مربعة كارتونة زيت أو كارتونة شبسي أظن دي متوفرة جدا ويفضل إن هي تكون كارتونة ماتينة شوية علشان تقدر تتحمل معنا بتني الأطراف بتاعتها كده لجوة مش هقصها خالص وهبتدي إن أنا جيب الدهين بتاعي والإسفنجة وهبتدي أدهن كده بالراحة طبعا أنا بحب أدهن بالإسفنجة لإن الفرشة بتعمل علامات كده خطوط على الكارتون فالإسفنجة بتبقى السطح بتاعها أحلى كتير من الدهين بالفرشة الكارتونة دي حتاجت من الدهين مرتين ده هنتهى مرة ولقيت الكارتونة تشرابت شوية من الدهين فده هنتهى مرة كمان لقيت بقى اللون بقى زهي وحلو قوي طبعا بس أبقى هتنشف تماما تماما ومن جوة بقى هبتدي إن أنا أعمل لها كسوة داخلية فبعد ما تنشف كويس قوي هبتدي إن أنا أجيب قماشة وأعمل كسوة داخلية للكارتونة باخد طبعا مقاس الكارتونة من فوق ويقفل الجوانب وقفل الأطراف وحابين نقفل من تحت بنقفل بتبقى طريقتها سهلة جدا على فكرة القماشة لونها حلوة قوي بس التصوير والظالمة شوية هي لونها كده أوف ويت في خطوط أبيض في سود بقى أحط قطعة كارتونة كده من الكارتونة من جوة من القاعدة علشان تكون متينة أكتر ويبقى أبتدي إن أنا أحط بقى الكسوة اللي أنا عملتها وأثبتها من فوق كده بالشامة في الكارتونة نفسها التزيين بقى ده حسب ما نحب بنزينها بنزينها على زوقنا بطريقة كده سيمبل حلوة أنا عادة ينتهب بخطر خيش وعملت في يونكات كده بسيطة مع لولي حاجات كده حلوة وطبعا استخدمتها كمنظم بقى أحط بقى في الأدوة بتاعتين أنا باستخدمها معاكم كلها وعايز أقول لكم أنا عامل أصلا ده بقى لفترة حبيت بس أجمع لكم كده الأفكار دي مع بعض وعلى فكرة لحد دلوقتي باستخدموا زي ما حصلوش أي حاجة خالص وعملي جدا جدا في الاستخدام بتمنى تكون الأفكار عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر